الحمد لله مكون الأكوان الموجود أزلا وأبدا بلا مكان والصلاة والسلام على أحسن إنسان محمد عليه الصلاة والسلام أما بعد ليعلم يا أحبابنا الكرام أن سيد القوم أجلهم وأفضلهم وأعلاهم وهو صلى الله عليه وسلم سيد الخلق كما جاء في حديث الترمذي أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر ولا يصح الاحتجاج بحديث السيد الله لمنع إطلاق لفظ السيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن هذا الحديث لا يدل على ذلك وإنما معناه أن ذا السلطان الذي لا يزول هو الله وأن الذي لا يحصل في ملكه إلا ما يريد هو الله هذا معنى السيد الله وهو حديث صحيح وليس معناه أنه لا يجوز أن يقال سيد عن غير الله وقد جاء في القرآن الكريم والحديث الصحيح إطلاق السيد على غير الله قال الله تعالى في حق سيدنا يحيا وسيدا وحصورا وحصورا معناه الذي لا يأتي النساء ليس عن عجز إنما هكذا كان شأن يحيا عليه السلام لا رغبة له بإتيان النساء فهذا فيه إطلاق السيد على سيدنا يحيا بنص القرآن الكريم وكذلك جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ابني بنته الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه البخاري عن ابن بنته الحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين من المسلمين عظيمتين فإذا جاز إطلاق ذلك على سيدنا يحيا وعلى الحسن والحسين جاز بالأولى إطلاقه على الرسول عليه الصلاة والسلام فيتبين مما قلناه أنه يجوز إطلاق السيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال بلا شك سيدنا محمد صلوا عليه وسلموا تسليما وليعلم يا أحبابنا الكرام أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة وذلكم يدل على فضله قال عليه الصلاة والسلام لي خمسة أسماء أنا محمد وأحمد والماحي والعاقب والحاشر ومعنى ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام اختصت به هذه الأسماء ولكنه عليه الصلاة والسلام سمي بعشرات الأسماء من أسمائه الشريفة محمد وهو أشهر أسمائه وأشرفها لإنبائه عن كمال الحمد المنبي عن كمال ذاته سمي به إما لكثرة خصاله الحميدة وإما لأن الله تعالى وملائكته حمدوه حمدا كثيرا بالغا غاية الكمال فهو محمد من حمد لكثرة خصاله الحميدة وقد حمى الله هذا الاسم فلم يتسمى به أحد ممن ادعى النبوة في الإسلام مع كثرتهم ولم يتسمى به أحد قبله وإنما سمت العرب محمدا قرب ميلاده لما أخبر الأحبار والكهان أن نبيا يبعث في ذلك الزمان يسمى محمدا فسموا أبناءهم بذلك وهم ستة وقيل أكثر وهو صلى الله عليه وسلم أحمد ومعناه أحمد الحامدين لربه ويقال الأنبياء حمدون وهو أحمدهم أي أكثرهم حمدا وأعظمهم في صفة الحمد ومن أسمائه عليه السلام المقف أي التابع للأنبياء فكان آخرهم وهو الحاشر أي الذي يحشر الناس على قدمه أي على إثر زمن نبوته إذ لا نبي بعده أو على إثره في الحشر لأنه أول من تنشق عنه الأرض وهو العاقب أي الذي لا نبي بعده وهو الماحي الذي يمحو الله به الكفر أي أهله وهذا محمول على الأغلب لأن الكفر منمح من جميع البلاد أو أنه سيمحي أولا فأولا إلى أن يضمحل بعد نزول عيسى عليه السلام فإنه يرفع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام أو السيف وهو نبي الرحمة أي والمرحمة أي نبي التراحم بين الأمة وهو نبي التوبة أي نبي مخبر عن الله بقبوله التوبة بشروطها أو آمر بالتوبة أو كثير التوبة أي الرجوع إلى الله تعالى وهو نبي الملحمة أي الحرب سمي به لحرصه على الجهاد ومسارعته إليه وفي الحديث جعل رزقي تحت ظل رمحي وقد قيل في بعض التفسير طاهى إنه يا هادي ويا طاهر ويا سين يا سيد وهو الرسول أي رسول الرحمة ورسول الملاحم وهو عبد الله ووصف العبودية أشرف الأوصاف وقد جاء وصفه به في التنزيل قال الله تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه وهو صلى الله عليه وسلم أفضل عباد الله وهو المتوكل أي الذي يكل أموره إلى الله وهو الرؤوف الرحيم بشهادة قوله تعالى حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم والرأفة شدة الرحمة فهو شديد الرحمة على المؤمنين صلى الله عليه وسلم وهو الشاهد يوم القيامة على أمته قال الله تعالى وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وهو المبشر لأهل الإيمان بالرضوان في هذه الدار وفي دار القرار والمنذر لأهل الكفر بالخذلان والهوان في دار البوار وهو السراج المنير قال الله تعالى وسراجا منيرا إذ بهنجلت ظلمات الشرك كما ينجل ظلام الليل بالسراج واهتدت بنور نبوته البصائر كما تهتدي بنور السراج الأبصار ووصفه بالإنارة لأن من السراج ما لا يكون نيرا وهو المزمل أي المتزمل وهو الذي تزمل في ثيابه أي تلفف بها كان النبي عليه الصلاة والسلام نائما بالليل متزملا في ثيابه فأمر بالقيام للصلاة والمدثر أي المتلفف بثيابه عند نزول الوحي وهو الداعي إلى الله بإذنه كما في قوله تعالى وداعيا إلى الله بإذنه وهو المذكر أي الواعظ قال الله تعالى إنما أنت مذكر وهو نعمة الله إذ هو نعمة على من آمن به في الدارين وهو الهادي إلى الصراط المستقيم بواضح الحجج وساطع البراهين وله غير ذلك من الأسماء التي تعظم عن العبد لكثرتها ومن أسمائه المشهورة المختار والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق والمصدوق وغير ذلك ثم إن القاضي أبا بكر محمد بن العربي المالكي قد جمع في كتابه المسمى بعارضة الأحوذي في شرح الترمذي للمصطفى عليه الصلاة والسلام سبعة وستين أسماء كما أنه أوصلها بعضهم إلى تسعة وتسعين موافقة لعدد الأسماء الحسنى وأوصلها ابن دحية إلى ثلاثمائة وبعضهم إلى أربعمائة وبعض الصوفية إلى ألف بل قال ابن فارس هي ألفان وعشرون وأكثرها من قبيل الصفات وهو النبي الأمي الذي لا يكتب بيده ولا يقرأ المكتوب وهذا معلوم منتشر بين المسلمين وهو حق وصدق وأما ما تقوله وتنشره بعض الفرق من غير أهل السنة والجماعة من أن النبي كان يقرأ ويكتب فهو باطل فهو صلى الله عليه وسلم قد جاء بكلام أعجز الشعراء والكتاب والبلغاء فكانت معجزة من معجزاته أنه أمي ملأ الدنيا علما وحضارة وأحاديثه عمدة يحتج بها وكلامه قاعدة يلجأ إليها في اللغة والنحو والبيان والخطابة والكتابة كيف لا وهو الذي قال الله تعالى فيه وَمَا يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى وَالْعَرَبُ وَتَحَدَّاهُمْ بِلُغَتِهِمْ بالأمي بقوله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل وليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب نسب شريف فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النظر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان أبو القاسم سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وجده الأعلى عدنان من سلالة إسماعيل نبي الله ابن نبي الله إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم وعلى جميع إخوانه الأنبياء والمرسلين فمحمد صلى الله عليه وسلم صاحب هذا النسب الشريف نخبة بن هاشم وعظيمها روى مسلم وغيره عن وافلة بن الأسقع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار كما دلت عليه النقول والآثار أما والده عبد الله فإنه توفي في المدينة وكان عمره خمسا وعشرين سنة والنبي حمل في بطن أمه وأما أمه رضي الله عنها فاسمها آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهراه وتوفيت بالأبواء بين مكة والمدينة وكان له عليه الصلاة والسلام ست سنوات من العمر وهو صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله ونبيه وخليلها وهذا فيه وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله مع إثبات وصفه بالنبوة والرسالة كما قال عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا تستجرينكم الشياطين أنا محمد بن عبد الله أنا عبد الله ورسوله وما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله رواه أحمد وفي هذا الحديث إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمدح بما هو مخالف لشريعته لا يجوز أن يصفه الإنسان بما فيه مخالفة لشرعه ولو كان قصده ومراده أن يمدح الرسول عليه الصلاة والسلام مثل بعض الناس الذين قالوا إن الرسول يعلم كل ما يعلمه الله فهذا مخالفة للدين توقع صاحبها في الكفر أو مثل قول بعض الناس إن أول خلق الله هو النبي وهذا غلط فهذا وإن كان أريد منه مدح النبي صلى الله عليه وسلم لكنه فيه مخالفة لشرعه عليه الصلاة والسلام فلا يجوز ذلك لأن أول مخلوقات الله هو الماء والنبي عليه الصلاة والسلام نهان عن الغلو فقد روى البخاري في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني أي لا تمدحوني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله فقولوا عبد الله ورسوله ومعنى قولنا وخليله أي المنقطع إلى الله أي الذي ملأت محبته قلبه فهو يوالي في الله ويعاد فيه ويلجأ في حاجاته إلى الله تعالى روى مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أملنا الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام هذا معناه أن الرسول هو خليل الله ما اتخذ من البشر خليلا نسب إليه فقيل خليل فلان إنما لعلو مرتبته عليه السلام هو خليل الله وهذه مرتبة ولقب ما أطلق إلا على نبي الله إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام وهو عليه الصلاة والسلام خير الخلق أجمعين أي خير خلق الله قاطبة وأفضلهم أفضل من الملائكة ومن كل الإنس ومن كل الجن قال العلماء يدل على ذلك من القرآن قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس قالوا فإذا كانت أمته خير الأمم فنبيها خير الأنبياء فإنهم ما شرفوا إلا به ولا ارتفعت هذه الأمة على غيرها من الأمم إلا بفضل نبيها عليه الصلاة والسلام وأما من الحديث فكثير ومنه الحديث المشهور الذي رواه الترمذي وغيره أنا سيد ولد آدم ولا فخر قال النووي وهذا الحديث دليل على تفضيله صلى الله عليه وسلم على الخلق كلهم وهو صلى الله عليه وسلم قائد الغر المحجلين الغر يعني أصحاب الغرة والغرة لغة بياض في جبهة الفرس والتحجيل بياض في قوائم الفرس والمعنى أن الله جعل مزية لهذه الأمة المحمدية أنهم بغسل ما هو زائد على الحد الواجب غسله في الوضوء في الوجه والرجلين تنور لهم هذه المواضع يوم القيامة فيعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان من أمته من هذه العلامة قال صلى الله عليه وسلم إن حوضي أبعد من أيلة وهي مدينة على ساحل بلاد الشام من عدن لهو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن ولآنيته أكثر من عدد النجوم وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ قال نعم لكم سيما ليست لأحد من الأمم تريدون علي غر محجلين من أثر الوضوء رواه مسلم فأمة الإجابة هم الغر المحجلون وقائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعلم أن الله أرسله صلى الله عليه وسلم إلى الإنس والجن مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ومعنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس كافة من العرب ومن العجم وإلى الجن كافة يدعوهم إلى الإيمان والطاعة وينهاهم عن الكفر والمعصية يبشر الطائعين بالجنة وينذر الكفار وأهل الكبائر عذابا عظيما فهذا الله تعالى به من شاء فأخرجه من الظلمات إلى النور كما قال ربنا عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وكون رسالته عليه الصلاة والسلام عامة للإنس والجن كافة شيء مقرر في القرآن الكريم وفي الحديث الشريف وأجمعت الأمة على ذلك وعرف هذا الجاهل والعالم من المسلمين مرة كان ركب من الناس مسافرين فتوقفوا في موضع وناموا فيه إلا واحدا لم ينم فسمع هاتفا من الجن يتكلم سمع صوته ولم يره قال الجني يا أيها الركب المعرس بلغوا إذا ما بلغتم الحطيم وزمزما محمدا المبعوث منا تحية تشيعه حيث سار ويمما وقول له إنا لدينك شيعة بذلك أوصانا المسيح بن مريم وهذا كان جنيا من أتباع عيسى عليه السلام فلما سمع هذا الشخص ذلك ذهب إلى رسول الله وأسلم فكان إسلامه بسبب هذا الجني الله يجزيه خيرا قال الله تعالى ليكون للعالمين نذيرا والعالمون يا أحبابنا هم الإنس والجن هنا قال سبحانه وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال عز وجل قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا وقد ثبت في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام اجتمع بالجن أكثر من مرة فعلمهم أمور الدين لذلك قال عليه الصلاة والسلام في تعداد مزاياه في بعض الأحاديث قياما بما أمره الله به من إظهار فضله لنزداد محبة له عليه الصلاة والسلام وطاعة لما جاء به كان يبين ماذا له من المزايا ففي بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه وبعثت إلى الجن والإنس كافة رواه الإمام أحمد وغيره ومعنى الحديث أن غيره من الأنبياء كان يسمى لهم قومهم وليس معنى ذلك أنهم ما كانوا يأمرون من رأوه من غير قومهم بالمعروف وينهونه عن المنكر فلينتبه وليعلم أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خير الأمم أي أمة الإجابة وهم الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام وهذه الأمة هي خير أمم الأنبياء على الإطلاق ويدل على ذلك قول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون أي زمانا السابقون أي يوم القيامة هم أول أمة وصولا إلى الجنة وقد خص الله تعالى أمته بخصائص كثيرة فهي أفضل أمم النبيين وأفقهها فما كانت أمة عندها الفقه في الدين مثل ما عند هذه الأمة وهذه الأمة أحفظ أمة لكتابها ولحديث نبيها وأعلمها وأكثرها صالحين وأولياء وأورعها وأكثرها جهادا وأكبرها وقد عصمها الله تعالى من الاجتماع على ضلالة فلا تجتمع هذه الأمة على ضلال وحفظ الله تعالى جمهور هذه الأمة من الزيغ أي مهما كثر الضلال لا يزيغ الجمهور وإن ضل هنا وهناك أناس ولا تزال طائفة منها ظاهرة على الحق إلى قيام الساعة آخر الأمم زمانا وأولها دخولا للجنة هذه الأمة وذكر عيسى عليه السلام علماءها العاملين فقال علماء حلماء بررة أتقياء كأنهم من الفقه أنبياء أي من سعة علمهم في الفقه يشبهون الأنبياء وليس معناه مرتبتهم مثل مرتبة الأنبياء وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة رواه مسلم أي نصف أهل الجنة وهذا فضل من الله عظيم على هذه الأمة فالحمد لله الذي جعلنا من هذه الأمة ونسأل الله أن يتوفانا على الإيمان الكامل وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين آخرهم بعثة ما بعث الله بعده نبيا كما قال الله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وفي قراءة ورش وخاتم النبيين بكسر التاء وهي أوضح في الدلالة على المراد وليس معناه وخاتم إلا الآخر لكن بعض الناس يسمعون أن هذا الشيء الذي يوضع في الإصبع يقال له خاتم أيضا فبعض المحرفين للدين مثل القاديانية قد يأتون إلى مسلم ليشوشوا عليه اعتقاده فيقولون له الله قال وخاتم النبيين وخاتم يعني هذا الخاتم الذي يوضع في الإصبع يعني هذا تشبيه للنبي على زعمهم هذا تشبيه للنبي محمد بالخاتم يعني أنه زينة النبيين وليس آخرهم لكن قراءة الكسر وهي قراءة ورش لا تترك لهم مجالا للتلاعب لأن الخاتم بكسر التاء هو الآخر وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم بي النبيون وزعيم دعوة القاديانية هو غلام أحمد ولد في بلدة قاديان في باكستان فادعى النبوة وادعى أنه هو المسيح الذي يظهر قبل يوم القيامة وقال إن المسيح لا ينزل من السماء وذلك منذ حوالي مئتي سنة وليعلم أنه صلى الله عليه وسلم إمام الأنبياء فقد ثبت أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم قد أم الأنبياء جميعا في الصلاة ليلة المعراج في المسجد الأقصى من آدم إلى عيسى وقف بهم إماما في الصلاة وروى النسائي مرفوعا ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام فقدمني جبريل حتى أممتهم ثم صعد بي إلى السماء وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وقد قال ربنا عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال العلماء كل الناس عبيد لله وإنما خص الله تعالى نبيه محمد بوصف العبودية هنا للدلالة على أنه أفضل عبد لله وأعلى عبد لله وهو صلى الله عليه وسلم أفصح الأنبياء علماء الدين وأهل اللغة أجمعوا على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح العرب أجمعوا أن أفصح الكلام بعد القرآن حديث رسول الله وقد آتاه الله جوامع الكلم يعني أنه في ألفاظ قليلة يحيط بمعنى واسع كبير وروى الطبراني مرفوعا أي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أعرب العرب ولدت في قريش ونشأت في بني سعد فأنا يأتيني اللحن أي الخطأ والغلط ولغة العرب هي لسان أهل الجنة وهي خير لغة كل أهل الجنة يتكلمون العربية وختاما ليعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ولكنه أفضل البشر ومن المفاسد التي انتشرت بين العوامي ما درج عليه بعض قراء المولد النبوي وبعض المؤذنين من قولهم إن محمدا أول المخلوقات وما ذاك إلا لنشر حديث جابر المكذوب أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر خلقه الله من نوره قبل الأشياء وهذا الحديث حديث موضوع جزما وقد صرح الحافظ الصيوطي في شرح الترمذي أن حديث أولية النور المحمدي لا يثبت فهذا الحديث لا أصل له مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مخالف للكتاب والسنة أما مخالفته للكتاب فقد قال الله تعالى وجعلنا من الماء كل شيء حي وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي وأما مخالفته للأحاديث الثابتة فقد روى البخاري والبيهقي عن عمران بن الحسين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وروا ابن حبان من حديث أبي هريرة قال قلت يا رسول الله إني إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء قال كل شيء خلق من الماء وروا السدي في تفسيره بأسانيد متعددة إن الله لم يخلق شيئا مما خلق قبل الماء ففي الحديث الأول نص على أن الماء والعرش هما أول خلق الله وأما أن الماء قبل العرش فهو مأخوذ من الحديثين التاليين والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد الأولين والآخرين محمد صلوا عليه يا رب العرش